خلال زيارتها الميدانية لموقع إنشاء محطة معالجة المياه العادمة بمنطقة حدس والم ومشروع تطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل خيايطة أشادت رئيسة هيئة تحدي الألفية بالتقدم الملحوظ المسجل على مستوهاتين المنطقتين الصناعيتين مشروعان يندرجان إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة ضمن شراكة مغربية أمريكية في إطار برنامج التعاون المثاق الثاني من خلال هذا الاستثمار تعمل هيئة التحدي الألفية والحكومة المغربية على خلق مساحة عمل آمنة تعوض بالنفع بشكل أساسي على النساء والشباب عن طريق خلق آلاف فرص الشغل أما عن مركبات الطوارئ فستعمل على خدمة المجتمعات المحيطة من خلال توفير خدمات الطوارئ الطبية وخدمات مكافحة الحريق الزيارة شكلت مناسبة لتسليم شاحنتين لإطفاء الحرائق وسيارتين للإثعافات الطبية بهدف تجهيز القيادتين الإقليميتين للوقاية المدنية لبرشيد وبن سليمان قصد استغلالهما لخدمة المنطقتين الصناعيتين لحد سوالم وبوزنيقة هذه الاستثمارات تجهيز هذه المناطق الصناعية لحد سوالموسح الخياطة بمعايير دولية لمحافظة على البيئة وللتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرين كانوا مغاربة أو كانوا أجانب وتنتمنى إن شاء الله بأن هذا الموديل يكون عبر الاستثمارات اللي جايين ثلاث مناطق صناعية تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتار ومن المرتقب أن تستقطب 500 مقاولة صناعية باستثمارات خاصة إجمالية تقدر ب486 مليون دولار كما ستمكن هذه المشاريع من إحداث 27 ألف فرصة عمل مباشرة